موسيقى الثانية عشرة والنصف بتوقيت الجزائر الواحدة والنصف بتوقيت القدس المحتلة ظهر من الوطن الجزائرية وتتابعون فيها حركة القوى الشعبية تحد حذو أحزاب الموالات وتضيق الخناق على الأففاس موسيقى في فسكرا مستثمرات فلاحية تفلس بسبب قلة اليد العاملة موسيقى بعد إعدام 21 قبطيا نظام الانقلاب يرد بضربات جوية على ما يقول إنها مواقع للتنظيم داعش ونساء وأطفال يقعون ضحايا السلام عليكم قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني إلى الجزائر الشهر القادم قال مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أن زيارته للجزائر ستتمحور حول بحث مشاريع استثمارية قطرية جديدة ومتابعة المشاريع المشتركة التي تم إطلاقها وعضف المسؤول القطري خلال استقباله من طرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بمطار هواري بوميديان أن زيارته للجزائر تأتي أيضا لتحضير لزيارة رئيس مجلس الوزراء القطري إلى الجزائر لا تزال حركة القوى الاشتراكية تسعى في الأوينة الأخيرة لإقناع الأحزاب الأخرى بمبادرة الأجماع الوطني حيث حطت الرحال هذه المرة على الحركة الشعبية الجزائرية التي أعلنت مبدئيا مشاركتها في هذه الندوة شرط عدم مشاركة أحزاب الفيسي المنحل أكد الأمين العام للحركة الشعبية عمارة بن يونس أن حزبه لن يشارك في ندوة إعادة بناء الإجماع الوطني التي تنوي جبهة القوى الاشتراكية تنظيمها أواخر شهر الجاري في حال ضمت قائمة المدعوين الممثلين عن جبهة الإنقاذ المنحلة الممنوعين من النشاط حزبه بموجب مذاق السلم والمصالحة الوطنية بنيونس اشترط أيضا على مبادرة الأففاس ما تسميها أحزاب المولاد شرعية المؤسسات مرجيا قرار المشاركة من عدمها إلى الأسبوع القادم قائلا إن الأففاس رد على تساؤلتنا والمجلس الوطني سيبحث قرار المشاركة أكدنا مرة أخرى على بعض المواقف المبدئية للحركة الشعبية الجزائرية كان نقاش صريح نقاش أخاوي مع وتعليف الفاس كان هناك نقاط تفاهم تام وكان بعض النقاط لمازال نزيد ونتحوروا عليهم فيما يخص بلورة هذا الاجتماع المنتظر وقال بنيونس إن موقف الحركة ثابت تجاه مبادرة الإجماع مؤكدا أن البلاد لا تتخبط في أزمة سياسية والاقتصادية وأن رئيسها شرعي ومؤسستها منتخبة بطريقة شرعية هي الأخرى نحن بالنسبة لنا في الحركة الشعبية الجزائرية قلنا عدة مرات نحن نقول لهم ما رناش في أزمة سياسية ما رناش في أزمة اقتصادية والتحليل تعني يقول باللي قلنا لهم دائما نحن لازم احترام شرعية لمؤسسات الجزائرية مساعي الأففاس في الأمانية الأخيرة تترجمها زيارة محمد نبو إلى عديد الأحزاب السياسية الجزائرية من أجل إقناعها حول مبادرة الإجماع الوطني التي ضعت إليها في وقت سابق أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن التنسيقية على أتم الاستعداد للقيام بوقفة احتجاجية يوم الرابع والعشرين في فريد ضد الغازي الصخري في حين قال جلال سفيان رئيس حزب جيل جديد أن المعارضة التنست تراجع التخوف لدى الجزائريين من الشارع بسبب التراكمات السلبية حسبه لممارسة السلطة والتي ترفع شماعة أحداث ليبيا وسوريا لإخافتهم من التعبير عن آرائهم بعد أن رفضت السلطات المحلية لولاية الجزائر الترخيصة لشخصيات محسوبة على تنسيقية الانتقال الديمقراطي منح ندوة سياسية بفندق السفير أصبحت الأخيرة أكثر حاجة في البحث عن رهانات أخرى أهمها الشارع حسين تكالي كل يوم يظهر جليا حجم الهوة بين السلطة السياسية في البلاد وبين المعارضة هوة تتسع في كل مرة يساعد فيها أحد الفريقين أو كلاهما ومع تضاؤل فرص الوفاق بدى واضحا بأن العلاقة متجهة نحو أفق مسدود نتيجة الخلاف على ما تعتبرها السلطة ثوابتا لا تتغير وما تطالب المعارضة بإلغائه لضمان انتقال ديمقراطي سلس في الجزائر في هذه الأجواء المشحونة تبدو المعارضة المنضوية تحت سقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي في مرحلة أكثر حساسية في البحث عن رهانات تكسبها نزالات المرحلة القادمة وبحسب متابعين فإن أهم رهان تعول عليه المعارضة هو رهان الشارع خصوصا بعد وقفة الأخيرة أمام البريد المركزي وتنديدها بما سمته تضييقا صريحا من جانب السلطة والمؤسسات التي ترعاها في تقويض نشاطتها لكن رهان الشارع على أهميته يبقى مرهونا بمدى استجابته لدعوات التنسيقية استجابة قد لا تهب بما تشتهيه سفنها وإن فعلت فإن للتنسيقية منافسين عازمين على استمالته ولكن في الاتجاه الآخر إذ تتحدث مصادر عن نية الأمين العام للأفلان عمار سعداني عقد تجمع ضخم في ولاية سكيكدا بتاريخ الرابع والعشرين من الشهر الجاري تحضره شخصيات داعمة للرئيس وسياساته أي في اليوم الذي تعتزم فيه المعارضة الخروج إلى الشارع تضامنا مع سكان الجنوب ضد الغاز الصخرية فهل تستطيع التنسيقية استقطاب الشارع الجزائري أم أن السلطة ستنجح في تقزيم صورة المعارضة وإظهارها فاقدة لأي قاعدة يتساءل متابعون انتقد منسق قطبق والتغيير علي بن فليس في بيان له انتهاكات السلطة للحقوق المشروعة حسبه للمعارضة من خلال منعها من تنظيم ندوة موضوعاتية حول الانتخابات موضحا أن المنع يتنافى مع دستور وقوانين الجمهورية التي تضمن حقوق وحريات المواطن ويتعرض أيضا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمثاق الأممي للحقوق المدنية والسياسية كما ندد بن فليس في ذات البيان بإدانة تسعة نشطاء للدفاع عن حقوق البطالين بالحبس النافذ بولاية الأغواط بعد أزمة الاحتجاجات وغياب التنمية في الجنوب إلى غليان الجبهة الاجتماعية وقطع التربية أزمة نذرة الوقود وإلغاء الدعم الحكومي عنها أزمة جديدة تدخل خط المواجهة مع الحكومة مختصون دقوا ناقص الخطر إثر الاحتجاجات المتكررة في هذا القطاع الحساس واعتبر الحكومة تعمقت في نفق الفشل بشأن احتواء الأزمات المتتالية بقطاعات عديدة بالخير معافة شركة نفطال طلت على المواطنين ببيان نصدرته بالتزامن مع احتجاجات عرفتها عديد الولايات تطالب بإيجاد حلول لندرة الوقود أوضحت خلاله أن سوء الأحوال الجوية في الأيام الماضية كان سببا في عرقلة نقل هذه المادة وكذا عرقلة عمليات التخزين مطمئنة المواطنين بأن الأمور تسير على ما يرام نفطال ووفق هذا البيان أكدت تطمينات وزير الطاقة يوسف يوسفي قبل مدة بشأن أن الحكومة لا تعتزم زيادة أسعار الوقود مشيرا إلى أن جهود الدولة لن تعرف أي تراجع بخصوص تحسين المستوى المعيشي للمواطن نافيا ارتباط الأمر بانخفاض أسعار البترول أصوات المعارضة اتهمت الحكومة بالفشل في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بسبب اعتمادها على السياسة الرعية فيها وليس الوقود فقط معتبرة أن هذا الملف سيفتح جبهة اجتماعية جديدة ضد الحكومة وسيكون مجازفة بالنسبة لها هي في غنى عنها إذن أزمة الوقود قبضة جديدة تضيق الخناق على العلاقة بين المواطن والسلطة تنتظر حلولا واقعية بعيدة عن سياسة الترقيع المعتمدة ككل مرة عندما تطفو أزمة جديدة على السطح استنجدت شركة سونتراك بطائرة مروحية لنقل المأونة من أغدية ومياه للعملين في موقع التنقيب عن الغاز السخري بعين صالح بعد أن رفض السكان المحتجون فتح الطريق المؤدي إلى البئر النموذجي أمام الشاحنات بسبب تموطل وزارة الطاقة حسبهم في منح الترخيص للجنة الخبراء التي كونها لزيارة ومعاينة مواقع الحفر هذا وكان المحتجون قد أغلقوا الطريق المؤدي إلى مواقع الحفر ومنعوا شاحنات نقل معدات تستعمل في التكسير الهايدروليكي بمقر جريدة ديكانيوز نشط رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى بارني محمد حملاوي أمس ندوة صحفية تطرق فيها إلى موضوع الأمراض الناثرة التي تصيب الأطفال وكيفية التعايش معها في ذل عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة هذا وأكد الطبيب المختص أن أغلب الأمراض النادرة هي وراثية بنسبة 80% جليلة بالحاج الأمراض النادرة أسبابها عواردها وكيفية الوقاية منها أهم المحاور التي تطرق إليها رئيس وحدة طب الأطفال بمستشفى بارني محمد حملاوي خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمنتدى جريدة ديكانيوز رئيس قسم طب الأطفال أكد أن أغلب الأمراض النادرة تنتشر من خلال زواج الأقارب هذه الأمراض أمراض وراثية ما هيش متنقلة من يد من ما من جهة أو من تناول أدوية أو حاجة ما كانش هذه متنقلة وراثين دونك مرخصة دايرة في الخالية في الجينين في الجين متنقلة من طرف الأب والأم وترسل وتورث عند الصبي يحدث عنده لما يكون عنده جان هو مريض من عند الأم وجان من عند الأب يحدث عنده هذا المرض هذا والولد هذا الوقت يكتشف عنده هذا المرض وعن أحسن الطرق للوقاية أو التقليل من هذه الأمراض يضيف المختصة والثاني حاجة منه باش نقلص منه هو زواج الأقارب الأمراض النادرة أو ما تعرف أيضا بالأمراض اليتيمة تصيب نسبة قليلة من سكان العالم ومعظمها وراثية بنسبة ثمانين بالمئة باش نديروا الفحص المبكر ما قبل الولادة أو ما بعد الولادة هذا الأمراض نجم نديروا بها فحصها ما قبل الولادة بالدقيق هذا ويؤكد مختصون أن الأمراض النادرة تسبب العزلة والوحدة للمصاب خاصة إذا كان من فئة الأطفال لديوس المختصون بضرورة مراعاة الحالة النفسية للمصاب نظمت أمس جمعية الوفاء للتضامن الوطني وبالتنسيق مع المركز الثقافي الإسلامي لولاية بومرداس ندوة تاريخية تخليدا لذكرى اليوم الوطني للشهيد والمصادف لثامن عشر فيفري الجاري وهذا تحت شعار رسالة الشهيد ذكرى وتواصل للأجيال المناسبة كانت فرصة للتذكير بمكانة الشهيد والتضحيات الجثام المقدمة في سبيل أن تحيا الجزائر مسلمة مستقلة التقرير لرفق حدد بشهادة القاسي والداني وفي سبيل الحرية قدمت الجزائر مليون ونصف المليون شهيد جمعية الوفاء للتضامن الوطني وبالتنسيق مع المركز الإسلامي لولاية بومرداس نظمت ندوة تاريخية استذكرت أمجاد الأجداد وتاريخ الأبطال وبمناسبة اليوم الوطني للشهيد سطر المركز الثقافي الإسلامي لولاية بومرداس نشاطا ثقافيا تاريا يمتد من يوم الأحد إلى غاية يوم الخميس كاملا كان بالتنسيق مع جمعية الوفاء والتضامن الوطني فالشهيد وكل الشهداء هم الذين قتلوا النية وقتلوا الأنانية وقصدوا وجه الله وقصدوا الجنة جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنونة إلا من أتى الله بقلب سليم رغم المكانة العالية للشهيد في الذاكرة الجماعية للجزائريين فإن مثل هذه التظاهرات فرصة لزرع هذه المكانة في قلوب الأجيال الصاعدة زرع رسالة شهيد والوطنية شهيد لأن الشباب تعد روكات لا تريد بردروك رح يتقطع الأسرة الطورية فيما يخص رسالة شهيد تقريبا حنا الأسرة الطورية تقريبا أولادنا عدو ما يعرفش هذا رسالة شهيد وشنا أمام هذه التظهيات الكبيرة التي قدمت في سبيل الحرية والاستقلال فهل ستحافظ الأجيال القادمة رسالة الماضي لتبني صرح المستقبل شهدت بعض المستثمرات الفلاحية ببلدية سيد عقبة بولاية بسكرا إفلاس أصحابها بعد تراجع انتاجها الفلاحي والذي يرجعه أصحاب هذه المستثمرات إلى قلة اليد العاملة وعزوف الشباب عن مثل هذه العمال وهو ما يجعل أسعار الخضر تعرف ارتفاعا حادا هذه الأيام بالخير معافا انعدام اليد العاملة وعزوف الشباب على ممارسة الفلاحة هي الأسباب الرئيسية التي يرجعها أصحاب المستثمرات الفلاحية ببلدية سيد عقبة بولاية بسكرا لتراجع الانتاج الفلاحي بالمنطقة رغم أن الدولة اعتمدت عديد البرامج التدعيمية لهذا القطاع الذي يبقى رغم هذه المجهودات لا يلبي حاجة المواطن ولا الدولة في حاجتها من المنتوج الغذائية أنا نعرف واحد صاحب هنا عنده البصلة ما يلقاش من يقل له حالو قاعده في الأرض المنتجين تعال بيوت البلاسيكية كيف كيف يعانوا من الخدامة كانش هذه المشكلة تعال الفلاحة هي اليد العاملة ما فيهاش أنا نخدم البيبينيار في المواد جوية في شهر جوية لي نجيب طلبة من الجميع تعال الخارج تعال نيجر وتشاد وجو يخدموا عندي في الصيف هو تعال هنا ما يخدموش ومع أن الدولة وفرت كل هذه التسهيلات تحت تصرف الفلاحين إلا أن هؤلاء يظلون يشتكون من قلة اليد العاملة فعديد المستثمرات الفلاحية أعلنت إفلاسها بسبب عدم وجود من يشتغل بها خاصة أن بعض الشباب يعتبرون هذه الحرفة لا تدر عليهم أرباحا ولا تنفع مستقبلهم الشباب تعذرك يحوسوا على الربح السريع ما يستناش النخلة تولد له تمر ويستنها عام باش يدي الغلة التاحة يحب ثمثم في نهاره ويدي صورد وهذي مكانش في أي حاجة تروح البطاطات كما يقولوا في التلفزيون بعشرة لاف سينا ما تكون بعشرة لاف خطرش مكانش الكمية الكافية مكانش البصلة كيف كيف الطماطم كيف كيف الخضروات كل غالية منواج غالية ما كانش لإنتاج ما هيش مضاربة لإنتاج الكافي ما كانش الناس ما تخدمش الأرض وفي ظل عزوف الشباب عن العمل في الميدان الفلاحي تبقى هذه المستثمرات الفلاحية التي يمكن أن تغني الجزائر عن استيراد الكثير من الخضر والمنتوجات الفلاحية تبقى تندب حظ أصحابها وتنتظر من يعيد لها الحياة من جديد أظهر تسجيل مصور بثته مواقع تابعة لتنظيم الدولة الإرهابية عملية إعدام 21 عاملا مصريا قبطيا ذبحا بعد اختطافهم شهر ديسمبر الماضي في ليبيا وتقول جماعة تسمي نفسها جند الخلافة في ولاية طرابلس الليبية أن العملية تأتي ثأرا مما سمته اضطهاد الأقباط للمسلمات المصريات حسام تكالي السيسي سيدخل مستنقعا مجهولا من بابه الواسع مع قيام الطيران المصري بعمليات ضد أهداف في درنا معقل تنظيم داعش في ليبيا البلد الذي بات اليوم واحدا من أكثر المناطق سخونة تنظيم داعش الذي بث شريط فيديو مصور عن أعدام 21 قبطيا مصريا وإن غضى الطرف عن التقنيات العالية وإمكانات الإنتاج الضخمة التي عودت تنظيم عيون المشاهدين عليها فإن توقيته المرتبط بصفقة بيع طائرات فرنسية إلى الجانب المصري ذات دلالة واضحة بحسب متابعين علنية مبيتة لدى الغرب في إدخال مصر إلى المستنقع الليبي للتدخل عسكريا في هذا البلد الذي تعصف به رياح الانقسام بين أبنائه على الرغم من أن وسائل الإعلام المصرية الحكومية منها أو التي تدور في فلك النظام الانقلابي تهلل لضربات الطيران المصري إلا أن مراقبين يتخوفون من هذا التدخل الذي قد يتحول إلى تدخل بري من شأنه أن يعقد من مأمورية البلدان التي تسعى إلى إنقاذ المشهد الليبي بعيداً عن التدخلات العسكرية التي أثبتت في غير ليبيا أنها مدعاة لمزيد من التوتر والخراب خاصة أن الذين دفعوا ثمن الطلعات المصرية أطفال ونساء إلى الآن فهل ستقف هذه الأخيرة لتشاهد هذه الضربات التي ينفذها نظام انقلابي وترعاه دول غربية يتسأل متابعون يعتزم رئيس وزراء الكيان السهيوني بن يمين نتنياهو زيارته زيارة الحرمي الإبراهيمي وظفة الغربية الأسبوع المقبل أن يعيد من خلال هذه الزيارة إلى الهذهان مجزرة الخليل التي وقعت في الخمس والعشرين فيفري من سنة الف وتسعمائة واربعة وتسعين الزيارة وصفتها حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخطوة الاستفزازية بحق الشعب الفلسطيني كما تدخل في سياق جنون الاستيطان الذي يقوده نتنياهو بالخير معافة نتنياهو بهذه الخطوة سيعيد فتح أدراج التاريخ وإماطة اللثام عن الجرح الذي لم يندمل ولا زالت دماؤه عالقة بجدران الحرم الإبراهيمي صحيفة إداعوت أحرانوت قللت من حجم الزيارة وأنها تدخل في التنافس الانتخابي الذي وصفته بالحاد والاستقطاب الدائر بين أجنحة اليمين وكذا الطيار الديني غير المنتمي للأحزاب الدينية حماس وبعد اعتزام نتنياهو زيارة الحرم الإبراهيمي حذرت عبر قياديها وعضو المجلس التشريعي أحمد عطون من هذه المحاولة التي ستكون عواقبها وخيمة على الطرفين معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في سياق جنون الاستطان الذي يقوده نتنياهو مطالباً السلطة الفلسطينية للتحرك الفوري للجم المساس بالمسجد الإبراهيمي من خلال خطوة تتناسب وحجم الجريمة والغباء الصهيوني وإلا فإن مواطن الخليل لن يسكت على تدنيس المسجد الإبراهيمي مرة أخرى بعض الأحزاب المحسوبة على سلطة الكيان تعمل على تفعيل حملتها الانتخابية على حساب جماجمي وجثث الفلسطينيين لاستمالة الصهاين وكسب التأييد والتصويت حتى وإن كانت حرب إعلامية باردة ما بين الأحزاب يبدو أن الغباء السياسي الذي تقوم به دولة الاحتلال سيجر المنطقة إلى النزاع المباشر وحرب ضروس بين الأحزاب المتناحرة على كراسي الانتخابات سيكون الخاسر فيها الشعب الفلسطيني الأعزل أطلق الصهاين على لسان ممثلهم بالأمم المتحدة رون بروزر اتهامات لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعدة تنظيم ترسنتها العسكرية في تصريحات فهمة منها أنها تحضير للرأي العام لعدوان جديد على قطاع غزة خصوصا وأن وزير خارجية الاحتلال أفيكدور ليبرمن كان قد صرح قبل أيام أن المواجهة مع حماس مسألة وقت فقط دعا وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن الدولي إلى إجازة استخدام القوة العسكرية في اليمن لتسوية الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بعدما أحكم الحوثيون قبضتهم على صنعاء بسيطرتهم عليها الشهر الماضي بانقلاب عسكري حسين تكالي اليمن ترك لوحده ليصارع تدعية انقلاب الحوثيين انقلاب أعاد اليمن إلى ما قبل ثورة احتفل بذكرها قبل أيام فقط يعيش اليوم إثر دعوات للتدخل العسكري من جانب جيران وأشقاء تحت ذريعة الفصل السابع الذي يتيح التدخل العسكري دعا وزراء خارجية دول التعاون الخليجي إلى استخدام القوة في اليمن البلد الذي تخلى عنه الأقربون قبل الأجانب ليواجه بحسب متابعين أكبر مد إيراني في المنطقة بعد أن نجح أبناء الحوثي في الاستلاء عنوة على السلطة والانقلاب على رئيس شرعي اسمه عبدربو منصور هادي دعوات للتدخل العسكري بعد أن قامت خمس دول خليجية بصحب تمتليتها الدبلوماسية من صنعاء يبدو أن هذا أقصى ما تمكن الأشقاء من فعله من أجل شقيق لا يزال ينزف بفعل التجذبات الإقليمية التي تعصف رياحها بآمال شعب قرر يوما إنهاء عقود من الفسد والاستبداد اليمن إذن يسير بالفعل نحو المجهولة فهل يستطيع اليمنيون استعادة ثورة شبابهم في ذل استحواذ حوثي على البلاد؟ وتخل عربي دولي هو أقرب إلى الوصف بأنه توطئ تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يدير انقلاب الحوثيين على السلطة في اليمن ويدعوهم إلى إطلاق سراح الرئيس عبدرب منصور هادي ورئيس الحكومة المستقيل خالد بحاح كما يضع القرار جماعة الحوثي إلى رفع يدها عن مؤسسات الدولة التي استولت عليها بانقلاب مسلح ومنددا بالقرارات الأحادية التي اتخذوها في الأونات الأخيرة وأمهل مجلس الأمن الحوثيين مدة خمسة عشر يوما للعودة إلى الحوار قبل الشروع في تنفيذ العقوبات التي لم تشر إلى الفصل السابع من مثاق الأمم المتحدة وصف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في افتتاح جلسة محاكمته المؤجلة أمس بالمهزلة مؤكدا أنه يرفض كل ما يحدث شكلا وموضوعا وأنه يربع بالقضاء أن يشارك فيها وداعيا إلى محاكمة رئيس سلطة الإنقلاب عبد الفتح السيسي على جريمة لم تسقط بالتقادم حسب تعبيره هذا ويحاكم مرسي وقياديون بجماعة الإخوان بتهمة التخابر مع قطر بحجة التسريب وإفشاء وثائق ومستندات كانت بحوزة مؤسسة الرئاسة وتخص الأمن القومي وقد تم إرجاء المحاكمة إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري قضت محكمة أمن الدولة الأردني بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد لمدة عام ونصف مع الأشغال الشاقة بتهمة الإساءة للعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة كما وجهت له تهمة القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير سلاتها وصفوا علاقتها بدولة أجنبية بحسب المحكمة على أن يكون القرار قابلا للاستئناف المزيد من الأخبار الدولية في هذه المختصرات فجرت انتحارية نفسها في محطة حافلات مزدحمة شمال شرقي نيجيريا ما أسفر عن مقتل ستة عشر شخصا وإصابة أكثر من ثلاثين بجروح وبحسب شهود عيان فإن معظم الضحايا كانوا من الأطفال الباع على الطريق وتمكنت الفتاة بحسبهم من تجاوز تفتيش أمني عند مدخل محطة حافلات وفجرت نفسها في الساعة الواحدة بعد الظهر تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن التركية ومحتجين أكراد لليوم الثالي على التوالي في بلدة جزيرة ابن عمر للمطالبة بالإفراج عن زعيم حزب العمل الكردستاني المحظور عبدالله أوجلان في ذكر مرور ستة عشر عاما على اعتقاله الاشتباكات تزامنت مع احتشاد آلاف الأكراد المطالبة بإطلاق صراح أوجلان الذي يره القوميون الأطراك مسؤولا عن مقتل العشرات حذر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اندونيسيا من تبعات دبلوماسية محتملة إذا مضت جاكارتا قدما في إعدام أستراليين ودنا بتهمة تتعلق بالمخدرات وتطبق أندونيسيا عقوبات الإعدام منذ 2013 بعد توقف استمر خمس سنوات وتبذل أستراليا جهودا في اللحظات الأخيرة لإنقاذ حياة مواطنيها الذين يدينا في 2005 بمحاولة تهريب هيروين إلى خارج أندونيسيا تمكنت البحرية الإيطالية من إنقاذ ما مجموعه قد يصل إلى 2164 مهاجرا غير شرعي أبحر من ليبيا بسبب الفوضى المنتشر هناك على متن 12 قاربا وقالت مصادر إيطالية أن وحدات تابعة للبحرية قامت بإنقاذ المهاجرين بينما كانوا في المياه الفاصلة بين السواحل الليبية وجزيرة لنبيدوزا الإيطالية انتهت النشرة وهذا أبرز وجاء فيها حركة القوى الشعبية تحد حذو أحزاب الموالات وتضيق الخناق على الأففاس في بسكرة مستثمرات فلاحية تفلس بسبب قلة اليد العاملة بعد إعدام 21 قبطيا نظام الانقلاب يرد بضربات جوية على ما يقول إنها مواقع للتنظيم داعش ونساء وأطفال يقعون ضحايا شكرا لكم على كرم المتابعة السلام عليكم